تعليق في نقاط يسيرة عن كلام ممثل تجمع المهنين وقول حرية والتغيير المدعو بالتاج بوب في إنكاره للآية التي تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل والناس كلها سمعت الكلام ده ورؤوه وهم نشروه ذاته منشر كبير جدا وأنا أعتقد أن أيضا تعيين امرأة في رئاسة الغضاء إذا تمها سوف يكون نغلة مفاهيمية فيما يتعلق بمسألة شهادة المرأة لمن يرون أنها تساوي مثلا في بعض الغضايا الشرعية والغضايا الأخرى إنها تساوي نصف شهادة الرجل فإذا استطعنا أن ندفع بإمرأة إلى سدة رئاسة الغضاء فده دبع غوية جدا جدا في وضع المرأة في إطار المساواة من حيث الشهادة في كافة القضايا أول حاجة جماعة الكلام ده في معارضة لكلام الله سبحانه وتعالى معارضة للقرآن وربنا سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فربنا أقسم بنفسه على نفي الإيمان عن أي إنسان لا يرضى بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه لأن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل ذج في القرآن في كلام الله وجفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن ربنا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى كما في سورة البقرة فربنا سبحانه وتعالى جعل شهادة المرأة الواحدة نصف شهادة الرجل الواحد يعني شهادة مرأتين بشهادة الرجل الواحد وكذلك في السنة الصحيحة في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحدا كنا أو قال في الحديث الآخر أيضا في الصحيح الصحيح البخاري قال يكفرن العشير وفي رواية قال بكفرهن قيل يا رسول الله يكفرن بالله قال لا يكفرن الإحسان ويكفرن العشير وبين بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قال فذلك نقصان دينها وأليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل كما في الصحيح البخاري وحديث كثيرة تدل على هذا المعنى فالرجل لذلك ينكر القرآن والسنة وما فيه إنسان يقدر يقول يا أخداد بس أنكر جزء من آية أو أنكر آية واحدة بس لأن العلماء الإسلام كلهم اتفقوا أن من أنكر حرفا واحدا واحد بس حرف ومش كلمة حرف واحد من القرآن فقد أنكر كل القرآن ومن كفر بحرف واحد من كتاب الله فقد كفر بكل الكتاب أشكد ربنا سبحانه وتعالى قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب طيب النقطة الثانية داد للواضح كلام الزول دا بوب دا داد للواضح على إن العلمانين هم أعداء الدين بل أعداء القرآن وعداء الإسلام لأنه نحن لما كنا بالرد على العلمانين أثناء السورة والاعتصام والليام الفتن الفاتت في السودان عندنا هنا كان كثير من الناس يتخدعوا بيوم بناء على كرهم للكزان فاتخدعوا بيقى يقولوا شنو بيقى يقولوا يا أخي الشعين والعلمانين وجماعة ديل ما أعداء للدين ولا عندهم قضية مع الدين ديل ذارين يطوروا الدنيا ويطوروا الاقتصاد الآن بكلام الرجل دا وغيره من الناس السب والدين من الحرية والتغيير ومن تجمع المهنيين ومن غيره من الشوعين والعلمانين والديمقراطيين والليبراليين تبين بيان واضح جدا إنه النازل قصدهم الدين ذاته ما قصدهم زلتاني وقصدهم القرآن ذاته بدليل كلام الزلتان وده أحد كبار متحدسي وممثلي تجمع المهنيين دا اللي هو بتاع الأسس الشيوعين دا والعلى راس الشيوعين والبقود الشيوعين عرفتها؟ واحد كبار المتحدسين متعن الحرية والتغيير واحد كبار ممثلينهم فده دليل واضح إنه نازل عداء للدين يا جماعة والحمد لله دي أدل ربنا سبحانه وتعالى بيسوق لينا عشان يوضح لينا الحقائق عشان ما تتغشي ساكن كون نزول يعارض الغران ويقول الكلام اللي في الغران دا ما صح وديرين يكون عكس كلام الله القاله ما هدي دي خلاصة مفهوم كلامه كون نزول يقول كلام زيدا ده معناته قصده القرآن ولا قصده البشر دي ده قصده الدين وقصده القرآن وقصده الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده جماعة الشيوعية والعلمانية أصلا ديل جو ضد الإسلام وضد الدين عشان كده إنجلس في كتاب ضد دهرين قال نحن ضد الدين والمناسبة الشيوعين القدامة اللي أسسوا ناس إنجلس وماركس وديل ديل مع كفرهم وإلحادهم وعداءهم للدين أهوى بالمناسبة من الشيوعين حق الليلة الف البلد دي ذاتهم أهوى منهم ديك أهوى من ديل ليه ديك كانوا واضحين دول بعادي الدين ده بعادي عاديل كده عادي واضح أما ديل ديل معصى نائمة وعصى قائمة وهم معقايدوا معقايد إلحادية وكفرية لكن بيغشوا الناس بيكذبوا على الناس يعني شوف لما كان بيقولوا مدنية وكده السودانين الشعب العوامل المساكين الطيبين ديل بيقولوا مدنية يعني ما عسكرية دفعهمهم خلاص أما ديل كلمة مدنية عندهم يعني ضد الدين فده دليل على أنه نازل بتاع اللولوة فزولة بتاع اللولوة ده أخطر من الزولة الواضح بل مناسبة سأكيد ربنا سبحانه وتعالى ما يتكلم عن الكفار في صورة البقرة في البداية تكلم عنهم في آيتين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون آيتين واتكلم عن المنافقين في طاشر آية بعد يوم طوالي ومن الناس ما يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون تكلم عنهم في طاشر آية والكفار آيتين بس وليه المنافقين زيادة من طاشر آية ليه؟ لأن النفاق يا جماعة أخطر هو كفر وده كفر لكن ده كفر مغلف باسم الحقيقة هو كفر في النهاية فوده شغل العلمانين الليلة بالمناسبة زي بوب ده وغيره وبيقولوا عنه مولانا أنا معارب مولانا ده جاوة من وين زولي عارض القرآن ويعارض الدين وما ده يردين مما فتح بوزه ده بس داري كذب كلام الله عز وجل أريده لو ده يكذب كلامنا نحن كلام الله سبحانه وتعالى المنزل في القرآن يبقى جماعة نازل زي ده الكيف يكون فيهم خير أو زول زي ده كيف يلمعه والليام دي في حملة كده بتاع التلميع للودة ذاته جايبينه ملمعينه واقف في صف العيش يظن نودة الموبايل لواحد ووقف في صف العيش صورني شاء الله مني صورة بالجنبة قالوا مولانا قالوا واقف في صف العيش وما يقيف نحن من الله خلقنا قعد نقيف يعني جنو انت وقفت الليلة في صف العيش وديت زور الكاميرا يصورك فده كل شغل بتاع تلميع يا جماعة لهؤلاء وده وسلوب خبيس وخسيس بتاع العلمانين في العالم كله يجبه شخصية من أفشل البشر على وجه الأرض ومن أردأ البشر وأوسخ البشر على وجه الأرض يهم يلمعوه إعلاميا ليه يلمعوه إعلاميا أشان بعدين كلمة تكون مسموعة ليه كلمة تكون مسموعة أشان يسب الدين ويسب الإسلام ويكون قبيل تلمع بك شخصية مرموغة يبقى أي كلام يقوله مقبول لما نطعم في الدين وده يدمر الإسلام طوال الناس الجهلة والشباب الصغار والبنات غيرهم ياخدوا كلام الشخصية المرموغة اللي تلمعت إعلاميا وده وسلوب خبيس جدا من الأساليب الإعلامية اللي فيها عداء سافر واضح للإسلام استخدموا من بدري قناة الجزيرة كان بيتلمع في الترابي جيبوا الترابي يقول لك حافظ كتاب الجابي سبعة روايات وبينها في بعض ما شاولوا يساولوا ثاني فلا وفضح نفسه كشف نفسه قال لحافظ الغران قال ما حافظه وهو ما حافظه أصلا خلاص ولمعوا إنه حافظ الغران بسبعة روايات وإنه 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 أشان في النهاية يقول ما في عذاب قبر ما في نعيم قبر ما في علامة الساعة ويصب النبي عليه الصلاة والسلام ويصب إبراهيم عليه السلام يقول شرد ويقول موسى كتل ويقول يونس إنه ما عارف طلع خرج ولا شرد كله ده باطل وده أسلوب خطير جدا من أساليب العلمانين الآن قاعدين يستخدموا بتلميع الشخصيات دي داوا معاول ودّاك اسمه العصم بلمعوهم أشان يجوا في يوم من الآن يضربوا الدين بالكلام الباطل اللي قاعدين يقولوا ده والحمد لله النصوص واضحة بترد عليهم ونحن نطمنا المسلمين كلهم إنه الدين دا ما عارف طلع بقدر غيره دين الإسلام لأنه ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون دا ما عارف طلع بقدر غيره لكن نحن كمسلمين من خاف على نفسنا لكن دين الله دا الله حافظه أما نحن ما محفوظين إلا نتمسك بالدين المحفوظ ونبقى محفوظين لكن العصم والحفظ لهذا الدين ونبشر العلمانين بما يسوءهم الحمد لله طالعا ما القرآن دا موجود والسنة الصحيحة موجودة ما تقدر تلعوا بالدين ونحن ما هنسكت أصلا من ردعا لهم أي كلام باطل في الإسلام يقولوا إحنا السياسة دي ما عندنا بقى الدنيا دي ما عندنا بقى شغلة ولا دائرين ولا بنبر في البرلمان خلي كرسي لكن أي بشر يفتح بقدة أشان يسيء للإسلام إن شاء الله وبإذن الله اللي قال له بالمرصات من الكتاب والسنة لا بينفجر زي السرورية الناس اسمه عبد الحيوسف وهو قال كده في المقطع نشرناه وكان فيديو قال العمليات التفجيرية دي عمل مبارك قال فلا بنفجر زي ديل ولا بنعمل عمليات إرهابية نحن ناس دليل والدليل ده هو السلطان بالمناسبة ده السلطان ودي الحجة الأقوى من أي تفجيرات لأنه ده يتفجر العقول والأفكار الأدلة من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام